اهلا و سهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين الكابتن الخطيب يستقبل رئيس نادي الوحدات الاردني استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ظهر اليوم بمقار الجزيرة وفدا من نادي الوحدات الاردني ضم الدكتور بشار الحوامدة رئيس النادي وحاتم ابو معليش عضو مجلس الادارة ومحمد الكيالي المستشار الاعلامي لمجلس الادارة ورحب الكابتن الخطيب بوفد النادي الاردني مؤكدا اعتزاز النادي الاهلي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالاندية الشقيقة في كافة الدول العربية ومع الاندية الاردنية ونادي الوحدات على وجه الخصوص وعبر بشار الحوامدة عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال من جانب الكابتن محمود اسطورة الكرة المصرية والافريقية مبديا رغبته الشديدة في تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها النادي الاهلي على كافة الاصعيدة واشار رئيس النادي الوحدات الى ان ناديه يتطلع الى نقل تجربة النادي الاهلي الرائدة على صعيد التسويق الرياضي والمنشآت والبنية التحتية وتحقيق البطولات لمختلف فرق النادي الرياضية لافتا الى انه يأمل في ان يثمر التعاون بين الجانبين عن الترتيب لاقامة المباراودية تجمع فريقين الكرة بالاهلي والوحدات سواء في القاهرة او في عمان وقام وفد النادي الاردني بجولة في مقر النادي بالجزيرة تفقت خلالها النصب التسكاري للشهداء ومنطقة دولاب البطولات وملعب مختار التتش وغرف ملابس اللاعبين وكذلك صالة الامير عبدالله الفيصل وصالة الشهداء وفي ختام الزيارة قام الكابتن الخطيب باهداء اعضاء الوفد درع وعلم وقميص النادي الاهلي في مقام مسؤول الوحدات باهداء الكابتن الخطيب درع النادي وقميصا للفريق يحمل اسمه طبعا ده كله في اطار تعاون النادي الاهلي مع كل الاندية العربية في مختلف القرات قرية افريقيا وقرية اسيا الحقيقة النادي الاهلي دائما الكبير بيستقبل كل الناس النادي الاهلي ناس بتحب تستفيد من تجربة النادي الاهلي واللي بيعمله النادي الاهلي في ظل كل اللي بيحصل ده ولكن يظل دائما النادي الاهلي هو منارة الكل بيحاول يروح لها عشان يشوف النادي الاهلي بيعمل ايه حاجات جميلة جدا الحقيقة بنكتسبها من وجود النادي الاهلي دائما خلال هذه الفترة الاهلي ايضا